السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد ودائما مع الوصفات السهلة المبسطة والاقتصادية كيكا تريبي كتجي رائعة الكريمة ديالها الكيكا اللي بريبي كتجي القوام ديالها متماسك ناجحة من أول تجربة اشتركوا في القناة ومعليكم إلا تتابعوا هاد الفيديو باش تعرفوا على جميع تفاصيل هاد الكيكا نحتاج هنا جوج البيضات الحجم ديالهم متوسط وكذلك يكونوا بحرارة الغرفة يعني ميكونوش كانوا في تلاجة يكونوا ميكونوش باردين نضيف لهم كأس شاي ديال السكر سنيدة قبصة ديال الملح وغادي نخلط هاد الخاليط مزيان مزيان حتى هاد الخاليط يعني شوفوا كيفاش هو الخاليط أصفر غادي واللي غادي تقريبا البيض يعني اللون ديال الخاليط كيتبدل من بعد ما كان خلط مزيان البيض مع السنيدة يعني باش الكيكا كجي خفيفة وكيجي القوام ديالها زوين كجيش يعني معجنة من الداخل ضروري نخدمو البيض مع السكر سنيدة من بعد غا نضيف كأس شاي ديال زيت المائدة او الزيت الرومية وغادي نستمر في الخلط من بعد غا نضيف كأس ديال رايبي اي نوع عندكم او لأي لامارك عندكم انا غا نضيف هاد لامارك يعني عادي رايبي اللي كنا نشربوه غادي نضيف هنا كأس في الخاليط صدقوني ان هاد الكيكا اللي بريبي الرائحة ديالها كتجي رائعة وكذلك الماداق ديالها كيجي روعة جربوها واكيد ما غاديش تندمو عليها غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى الخاليط كيتبدي اللي اللون دياله وكإضافة اللي عنده سيرو ديال رومان او لالنكهة ديال رومان او لالفريز ممكن انكم تضيفوها انا ضفت ملعقة صغيرة وضفت ملعقة ديال الخل كذلك ضفت جوج ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة اي ما يعادل جوج ديال الخمارات وهنا ضفت الكأس الاول ديال الدقيق الابيض مغربل ومن بعد غادي نضيف الكأس الثاني الكؤوس ديال الدقيق الكأس ديال العنبة ضفت الكأس الاول وضفت الكأس يعني الثاني غادي نزيدو كامل هذا هو الشكل ديال الخالات كيفاش خاصو يكون يعني ما يكونش الخالات ديال الدقيق خفيف وكذلك ما يكونش تقيل بزاف وهنا غادي ناخد المول ديال هاد الوردة خاصنا اه يعني هاد المول يكون المول العاجيب او للمول ديال الوردة اللي يكون عندو حد تقب من الوسط هاوكا باش نعمروه بهاد الكريمة غادي ناخد هنا يا الزبدة وغادي ندهنها مزيان في هاد المول في الجوانب ديالو باش ما يلتسقش لي الكاك وغادي ندلي شوية ديال دقيق الابيض وغادي ندلي شوية ديال دقيق الابيض ومن بعد غادي نهز ايدي الفوق ونكوب هاد الخاليط باش كتجين الكيكا زوينة وخفيفة وفي هاد الاثناء غادي ندخل الكيكا طيب دخلتها هنا الفران يكون بارد دخلتها حتى طابت من التحت وتحمرات وعد حمرتها شوية من الفوق وغادي نخرجها ونوريكم شكل ديالها من بعد مما طابت غادي نحطها على هاد الشبكة اولا شي حاجا هيكا باش كتجين تنشفوا ما تعرقش في المول شوفوا القوام ديال كيكا كيفاجة جات خفيفة وتحمرات ورائحة ديالا كتجي كذلك زوينة غادي نقلبها وكتتقلب بسهولة حدي جاد هن المول مزيان ندوو الشكل ديالها من الفوق غادي ناخد هنا نصيب الكريمة غادي نحتاج لاجوج ديال كؤوس ديال ريبي غادي نحتاج معاهم الفلون انا ما عنديش هنا الفلون ديال فريز غادي نحتاج لفلون ديال فريز غادي نحتاج لفلون ديال فريز ممكن انه يستعمله وغادي نحتاج ميزينا او الناشا غادي ناخد هنا جوج قوز ديال ريبي بالنسبة للسكر يعني على حسب الضوق اللي كيبغي شوية الحلاوة يزيد ملعقة ديال السكر واللي كيبغي ما يمعني ما كيبغيش الحلاوة بزيف فراه يكتافي بالحلاوة اللي كينا فريبي غادي نضيف هنا جوج ملاعق ديال البودرة ديال النشا او اللي الميزينا وغادي نضيف هاد الفلون ديال الفريز عفوا انا عندي الفاني تقدروا تديرون توم الفريز إلا متوفر عندكم انا ما كانت متوفر عندي كان عندي غير هادة ديال الفاني درتو وغادي نخلط هاد الخالط مزيان مزيان ونحطه فوق النار تكون مهيلة حتى كيعقاد ويعني الكتافة ديالو تولي عاقدة شوية وعاد غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش خصو يكون بالنسبة لهاد الخالط اللي بغا يدير كذلك سيرو ديال الرمان يضيفو ليه او لا ملوين او لا نكهة ديال الفريز ممكن كذلك انه يضيفها وهنا من بعد مطعب هاد الخالط هذا هو القوام اللي خسنا نتحصلو عليه ما يكونش كذلك عاقد بززاف حينت باقي غادي برد فوق الكيكا وكذلك ما يكونش خفيف بزاف ما بين وبين مباشرة غادي ناخد هاد الخالط متوجدوه حتى تطيب الكيكا هاكا يعني لو وجدتوه من قبل غادي عقاد والقوام ديالو ما غاديش يبقى زوين نضروري نصيبوه نكبوه مباشرة فو الكيكا باش كيشد لها فوق ديالو ويجي مقاد من فوق منها وغادي نسرح بهاد شكل هادا يعني نحطها مقاد الكريمة وغادي نزينها بهاد الحبيباس ديال الشوكولات من فوق ممكن تديرو الشوكولات مح كوك او لا الكوك او لا يعني تديرو خطوط ديال الشوكولات زيك زاك اي حاجة ممكن انكم تزينوا بها كسبق الفكرة هي هادي ولكن تزين كيبقى على حسب المسوفر ولحسب رغبة ديال كل سيدة انا هادي الطريقة اللي زينت بها غناخد هنا هاد الشوكولات اللي على شكل انجيمات وكانت هادي الفكرة ديالنا ديال اليوم كيكا ساهلة بسيطة اقتصادية والاهم انها الديدة في المعضاق وكذلك المنظر ديالها زوين كات شهي وكنتمنى هاد الفكرة تكون اتنال اعجاب ديالكم وتجربوها غادي ندخلها للتلاجة حتى كتبدد وكتماسك لي الكريمة وغادي نقطعها لكم باش تشوفوا القوام ديال الكريمة كتجي القوام ديالها متماسك يعني ايلا بغيتوا تدوها معاكم او اللي تحتفظوا بها يعني ما كتجيش الكريمة سايحة كتجي متماسكة وقابطة فراسها يعني هادي هي الوصفة ديالي ديال اليوم وغادي نوريكم الشكل ديالها كذلك من الفوق وكنتمنى هاد الوصفة للإعجاب ديالكم الى عجباتكم ما تبخلوش عليها واللايكات ديالكم بالبرتاج ديال الفيديو مع العائلة ديالكم مع الاحباب والاصدقاء والناس لأول مرة تشوفوا في القناة ديالي نقول لكم مرحبا والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس للمزيد من الفيديوهات وشكرا على المشاهدة ديالكم وعلى الدعم ديالكم المتواصل الى فيديو قادم وإلى الوصفة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة